من أفضل لأفضل جهودكم واضحة فريق عمل متجانس ومتكامل ما رح أحكي عن الأمور التنظيمية أصلا شهادتي مجروحة ولكن عن جد بيطوا الوجه مؤتمر حضور فعلا على مستوى رائح والله الحمد وفي البداية أحب أشكر قناة الكاس اللي واكبت انطلاقة المركز الدولي المرياضي من 2011 غطت المؤتمر الأول والثاني والثالث فكل الشكر والتقدير لقناة الكاس والعاملين فيها صراحة لأن دور الإعلام أخبر مهم جدا في قضية الوعي وأهمية الأمن الرياضي خاصة في الوطن العربي ولهذا السبب أمس كان الاجتماع الأول ليطلاق مبادرة من قطر للشرل الأوسط والشمال أفريقيا اللي صار أمس اللي صار أمس ونشكر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني وزير الدولة الشؤون الداخلية لرعايته وفتتاحه للمؤتمر فنحن في المركز الدولي الأمن الرياضي فعلا في حاجة وسائل الإعلام ليصار رسالته محمد عدة مواضيع اليوم عم نشوف حسب البرنامج هناك مواضيع متشاعبة هناك النزاهة التلاعب بالمباريات هناك العنصرية أمور قد يعتقد أنه أنت بحاجة لاتحاد دولي ليش لمركز دولي كيف رح تتعاملوا مع هذه الأمور اليوم وقعته اتفاقية يعني قبل أن تجيبني على السؤال اليوم وقعته اتفاقية مع الاتحاد القطري لقرة القدم ومنظمة الدول الأمريكية شو هل اتفاقية؟ طبعا اتفاقية مع اتحاد الكرة القطري لذكر بستعادة الشيخ حمد الخليفة على ثقته في المركز طبعا مش غريب أن الاتحاد القطري لكرة القدم دائما يسعى إلى توظيف معايير جديدة لتحسين عوامل الأمن والسلامة وليجعل كرة القدم ممتعة للجماهير لتحضر الملعب طبعا الآن أصبحت كرة القدم صناعة وفيه أصوات كثيرة تدعو القطاع الخاص للاستثمار في كرة القدم أو في الرياضة بشكل عام القطاع الخاص ورأس المال جبان إذا لم يرى أنه في معايير دولية وفيه مقاييس تحترم وترتقي وتجذب الجمهور وتحميل استثمار فيعرف بالتالي أن هناك فواد لكن الآن قطر سباقة وهذا الأرث اللي استفدناك الشباب القطري من أن قطر تستضيف تقريبا 40 بطولة عالمية في السنة وهذا نتيجة طبيعية ومحصلة طبيعية فنحن سنعمل مع اتحاد كرة القدم لوضع معايير جديدة لأمن السلامة كذلك أهمية توقيع التفاقية مع منظمة الدول الأمريكية هذه أقدم منظمة سياسية أنشياء 800 سنة فيها 35 دولة العلاءة حتى بمكافحة الإرهاب بالتأكيد هي منظمة مثل الجامعة العربية مثل الاتحاد الأوروبي بسياق دم منهم كلهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفيها كندا فهذا سيعطي البعد العالمي للمركز اللي وجوده في قطر هل هذا يستدعي أنه إنشاء أو اتتاح فرع في أمريكا؟ هم طلبوا مننا شيئين طلبوا إقامة مؤتمر في واشنطن في المقر الرئيسي للمنظمة ويكون في 35 دولة أمريكية بالإضافة إلى فتح فرع للمكتب للمركز للمساعدة يعني هناك توجه لإقامة مركز في أمريكا مركز في باريس في باريس نعم مركز أيضا في شرق آسيا نعم هذه كلها حاجة لأن المركز وجوده وانشأته دولة قطر بتوجيهها سيدي سموه العهد لحاجة دولية لسد ثقرة كانت موجودة لا توجد منظمة دولية معنية بالأمن الرياضي فقطر انشأت هذا المركز الرياضة الآن تعاني الرياضة الآن صناعة بس إنها تواجه تحديات كبيرة مثل ما ذكرت أخوار تلعب نتاج مباريات فضيحة كبيرة في أوروبا في قلب أوروبا فغلت مصداقيتها الرياضة لديك قضية التمييز العنصري ميلان انسحب من مباراة لديك قضية الآن جديدة يعني الصحة والآن سنوقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية تبعت هذا الموضوع بالجدول بس أنا يعني جذبني أمر ما بعرف إذا أنتم كنتم فكرين فيه هلأ أنا فكرت فيه يعني الآن أنا فكرت فيه أنت تعرف شو بيصير بالانتخابات عادة إن كان على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية إن كان على مستوى الفيفا إن كان على مستوى أي انتخابات اتحادية أو قرية أو حتى محلية هناك دائما دخانية تصاعد وإشاعات وإيقافات هل فكرتم بهذا الموضوع وهل فكرتم بمحاربة شراء الأصوات ربما بين هلالين أو الرشوة التي يعني يحاول أن يحاربها البعض هل فكرتم بهذه الأمور لأنه أحيانا هذا يستعمل كحجة غير صحيحة يعني أنا أتكلم عن ناحيتين إثبات أن هذا الإنسان غير متورط وإثبات أن إنسان آخر قد يكون متورد هل لديكم هذا التوجه؟ بالتأكيد لدينا هذا التوجه وإحنا لما وقعنا مع جامعة السربون ووضعنا العنوان الرئيسي لمحاربة الفساد ووقعنا مع البنك الدولي كذلك الشهر الماضي كشريك استراتيجي في النزاة الرياضية فهنا يعطي دلالة عن أن المركز رايح لبعيد في موضوع النزاة في الرياضة لأن تحسين الرياضة لما لا يشرف على انتخابات المركز؟ إن شاء الله هناك قضايا كثيرة في الفسادة في الرياضة وللأسف لا نستطيع وعمر المركز سنتين أن نعالجها تحتاج تعاون دولي تحتاج جهد كبير لكن الخبرة موجودة نحن على اتطلاع بما يجري في العالم وليس في القليل لدينا مصادرنا لدينا الإمكانيات للتدخل والتحقيق وكشف معلومات ولدينا قاعدة بيانات موجودة فيها تحدث بشكل يومي وقضية تلعب نتائج المباريات التي يثيرت من أسبوعين ومثال السابية في أوروبا نحن حضرنا منها في شهر أغسط شهر ثمانية صحيح 2012 على هامش أولمبياد لندن هامش أولمبياد لندن وحضرنا حتى لبريمير ليج دول المحترفين الإنجليزي ديلي ميرر ذكرت أن المركز الدولي المرياضي يقول كذا 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 عن دول المحترفين الإنجليزي نفيه تلعب نتائج المباريات فاحنا سبقنا أصلا اليوروب بول في قضيتي ثارثة أنا أعتقد أنه نحن وصلنا إلى مرحلة خلاص تعدين فكرة أنه نحن نحذر ونحن نصطبق الأمور الآن نريد أن نحل الأمور وأن نوجد لها حلول طبعا لا توجد حتى الآن منظمة طرحت ثلاث حلول عملية لمحاربة الفساد في الرياضة غير المركز الدولي من الرياضة وهذا في عمل قصير في سنة أول شيء اتفاقية مع السربون ليصدر أول ميثاق دولي لمحاربة تلعب نتائج برات على مستوى العالم ميثاق دولي أو اتفاقية دولية رغم اثنين اطلاق مشروع أنقذ الحلم سيف دا دريم مع الليجنال الأولمبية القطرية وهذا موضوع مثل فير بلاي سيكون عالمي ومنطلق من قطر اللي له علاقة في دال بيرو اللي له علاقة في دال بيرو وخمسة عشر أثلت خمسة عشر لاعب دولي السفرة المشروع الثالث واللي هو مهم مهم جدا هو موضوع مؤشر النزاهة وهذا الأول مرة يطلع مؤشر نزاهة من حتى المواطن العربي مؤشر النزاهة بالشراكة مع من؟ مع البنك الدولي أهم مؤسسة مالية في العالم وهذا المؤشر النزاهة سيتم تصنيف الدول كيفية معالجتها يعني تصديها للقضايا الفساد في الرياضة على مستوى الاتحادات الرياضية على مستوى المنظمات الدولية الرياضية وهذا المؤشر الآن نعمل مع البنك الدولي ومع مختصين وإن شاء الله بيكون في قريب العاجل بيكون هذا المؤشر من قطر للعالم أنا بعرف أنه عندك ضيوف بدك تحتم فيهم وعندك مؤتمر لازم تحتم فيه وتتابعه بالتوفيق مع قصة وعودتونا على حسن التنظيم وعودتونا على المواضيع العميقة فعلا وإن شاء الله الخير لقدام ونت عودتني أخ ورد على سلة الصعبة وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله